بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم أداء ممتازة جدا وبشكل مجاني للحصول على أفضل وأقوى أداء للرامات على جهاز الكمبيوتر من المعروف عن أجهزة الكمبيوتر إنها تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي الرامات لتخزين العمليات بشكل مؤقت ومن ثم تحديد أولويتها بناء على النشاط أو على العمليات الأكثر استخداما لضمان أداء سلس واستجابة عالية لكن كتير جدا بعض المهام أو بعض البرامج بعد إنهاءها لا تحرر الزاكرة المستخدمة مؤقتا تظل تستخدم جزء من الرامات رغم إغلقها وده بيسبب بشكل كبير جدا أو في الكثير من الأحيان بطء ملحوظ في جهاز الكمبيوتر ممكن لو إنك عملت عادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر تحل هذه المشكلة لتفريغ الجزء المستقطع من الرامات نتيجة العمليات التي ما زالت تستخدم الرامات رغم إغلقها لكن مع هذه الأدالة نستعرض على حضراتكم في هذا الشرح الويندوز مملك لينر هتقدر إنك تعمل تفريغ لهذه الزاكرة لإنهاء مثل هذه العمليات المعلقة دون الحاجة إلى عادة تشغيل بما في ذلك تحرير كامل للزاكرة تنظيف الزاكرة وتقليل استخدام الزاكرة أو الرامات العالي وبالتالي ضمان عمل الكمبيوتر بسلاسة في تنفيذ المهام أو نقل وتمرير العمليات إلى الزاكرة الفعلية بشكل منتظم طبعا الأداء أو رابط تحميل الأداء بشكل مباشر هيكون موجود أسفل الفيديو طبعا الأداء زي ما انتم شايفين كده حجمها بسيط جدا تقريبا 213 كيلو مش بتحتاج أي تسبيت كل موانالك اللي بدأ استخدامها كليك كيمين عليها بعد تحميلها وراء تشغيل كمسؤول وبكده استغلت معاك الأداء دون الحاجة إلى أي تسبيت دي وجهة الأداء زي ما انتم شايفين كده بكل بساطة من خلال التبويب الأول تقدر أنك تغير لغة الأداء بتدعم الكثير من اللغات بما في ذلك اللغة العربية لو أنك أردت استخدامها باللغة العربية طبعا كل هذه الإعدادات الموضحة في الأداء تقدر أنك ترجعها وفي حال أن في أي إعداد محتاج أنك تغيره تقدر أنك تغيره طبعا كلها إعدادات مش محتاجة أي شرح على سبيل المثال دائما فاتحة في الأعلى أن الأداء تفضل دائما في مقدمة التطبيقات التحديث التلقائي الإغلاق التلقائي بعد التحسين كلها إعدادات بسيطة تقدر تراجعها أو تسيبها بشكل افتراضي ولكن المهم جدا على سبيل المثال دلوقتي لو توجهنا إلى مدير المهام التاس كما نجعل عندنا بعد ذلك تبويب البروفورمانس زي ما انتم شايفين دلوقتي بالنسبة لتبويب المومري هنا بالنسبة لي المستخدم في الوقت الحالي من 8 جيجا رام 6 جيجا و700 يعني 7 جيجا رام كذلك الحال ذاكرة التخزين المؤقت الكاجد 1 جيجا ممكن بالنسبة لك تلاقيها 5 جيجا 10 جيجا أو أكتر دلوقتي بمجرد الضغط هنا على كلمة تحسين دي زي ما انتم شايفين ثواني بسيطة وهتلاقي أن تم تقليل استخدام الزاكرة العالي زي ما انتم شايفين من 7 جيجا مستخدم رامات إلى 4 جيجا ومستمر في النزول كذلك الحال ذاكرة التخزين المؤقت الكاجد أصبحت 200 ميجا يعني عملية تحسين ممتازة جدا لأداء الجهاز وللرامات عندك طبعا هذه الأداء تقدر أنك تستخدمها بشكل يدوي في عملية تحسين كل فترة ما معينة تقدر أنك تفتحها وتضغط على تحسين أو أنك تخليها تشتغل بشكل تلقائي هنا زي ما انتم شايفين هذا التبويب أو هذه الجزئية التحسين التلقائي تقدر أنك تخليها بالوقت أن يتم التحسين بالوقت على حسب وقت معين أنك تحدده مثلا على سبيل المثال كل مسلا ساعتين يتم التحسين بشكل تلقائي أو تقدر أنك تخليها بالنسبة المئوية لما تكون الزاكرة مثلا الحرة أقل من 4 جيجا يعني الزاكرة الفارغة لما توصل 4 جيجا تتم عملية التحسين تقدر تزودها لما تكون 7 أو لما تكون مثلا 3 يعني لما توصل الزاكرة إلى النسبة لأنك هتحددها تبدأ عملية التحسين التلقائي للرامات عندك تقدر أنك تحدد عملية التحسين التلقائي المناسبة لك زي ما قلت لك التحسين التلقائي بالساعة أو التحسين التلقائي بالنسبة المئوية بالنسبة لي هنا على سبيل المثالها 7 على 3 جيجا يعني لما يكون في رامات حرة 3 جيجا تبدأ عملية التحسين التلقائي أيضا بيكون في عندك في الأسفل كده نسبة الزاكرة المستخدمة بالنسبة لي في الوقت الحالي 4.5 جيجا مستخدمين بنسبة 57% لو إني ضغطت على تحسين هيتم عملية التحسين أيضا تفريغ الزاكرة وتحسين الزاكرة وتنظفها وتحرير الزاكرة المستخدمة من قبل التطبيقات الأخرى وبالتالي هيعطي هذا الأمر سلاسة وأداء أفضل للجهاز في تنفيذ المهام بس كده حضركم هو ده كل ما في الأمر أداء ممتازة وقوية جدا في تحسين أداء الرامات على جهاز الكمبيوتر طبعا الأداء مجرد أنك أغلقتها مش محتاج أنك تفتحها مرة أخرى لأنها بتعمل في الخلفية في تحسين أداء الرامات ولكن تقدر أنك توصل لها أو تفتحها من المكان اللي أنك هتخزنها فيه على سطح المكتب في كورس C أو في أي كورس آخر وأكليك يمين عليها وراء As Administrator وتشغلها للمرة أخرى كمسؤول هي طبعا بشكل تلقائي بتعمل في الخلفية من خلال أنك بتحدد لها هنا طريقة العمل التلقائي بالساعة أو بالنسبة المقاوية وبتقفلها وهي بتشتغل بشكل تلقائي أو زي موجودة لحضراتكم أنك بتعمل تحسين بشكل يدوي في كل مرة أنك تحتاج فيها لتحسين جهاز الكمبيوتر وطبعا من خلال هذا السهم موجود بالأعلى تقدر أنك تعمل لها تصغير بهذا الشكل وتعمل لها تصغير في شريط المهام تكون معك بهذا الشكل تقدر أنك تفتحها في أي وقت وتعمل تحسين لجهاز الكمبيوتر بتاعك ببساطة جدا ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولو عندك أي تعليق أو أي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته